موسيقى لما كنت بذاكر عند جدتي كنت عامل لنفسي جذوى المذاكرة صغير وكاتبه فيه كل المواد اللي عليها كاتبه فيه العربي والانجليزي والفيزيكس والكامستري والستاتيكا والديناميكا في يوم جدتي دخلت وبتقول لي حنان عايز اسألك سؤال استاتيكا والديناميكا كلمتين شبه بعض هو ايه الفرق بينه تلع انتي قارت يوم فين قالت لي في جدولك اللي انتي مع اللقاء فوق السرير فشرحت لها يعني باختصار قلت لها لستاتيكا بندرس الأجسام الساكنة أو السبتة والديناميكا بندرس الأجسام المتحركة وقلبت لها كده في الكتاب ووريتها حاجات معينة من هنا ومن هنا وانا ايه بقول لها طب يعني انتي تهتمي بحاجة زي كده ليه تماما وستو فقالت لي عشان افهم عشان اعرف عشان اتعلم تلا ماشي وكي يعني هتفرق معاك ايه قالت لي لا تفرق تفرق كتير قالت لي انا ما روحتش مدارس اه بس اتعلمت القرية والكتابة والمحروم الحقيقي الانسان المحروم الحقيقي هو اللي محروم من نعمتين نعمة الصحة ونعمة العلم قالت لي انا خلاص يعني انا نصيبي جيه ان انا ما دخلتش مدرسة اخواتي البنات دخلوا مدارس وتعلموا واخدوا شهادتهم العالية واشتغلوا انا كان ليا سكة تانية خالص وما بعترضش على ده بس ابويا علمني ان انا احب العلم بتقول لي كان كل يوم الفجر كان يجمعها هي واخوتها بعد ما يصلوا الفجر يوضوا يقروا قرآن ويوضوا يشرح لهم الايات اللي بيقروح بتقول لي وهو بيشتغل على اطروحة الدكتورة بتاعته اللي هيقدمها للازهر كان احيانا احيانا بيوضوا يشرح لها شوية على الحاجات اللي هو بيفكر فيها وعلى الحاجات اللي هو بيكتبها قالت لي من وانا صغيرة بحب لما اسمع حاجة او لما شوف حاجة احاول افهمها قالت لي انا مش هفهم اي حاجة في الدنيا يعني اعتقد ان هي كانت بتحاول تشرح لي ان هي مش هتبقى عالمة ولكن ما كانتش عايزة تبقى جهلة دلوقتي بزعل قوي 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 لما بنقلل قيمة العلم وقيمة العلماء ده من ناحية من ناحية التانية لما ييجي مدعي العلم الناس اللي بتدعي ان عندها علم الناس اللي بتدعي ان عندها شهادات انا بقى اسعق لما بكتشف ان فيه ناس معاها شهادات مضروبة وده يمكن من زمان قوي وتسببتلي في مشكلة من المشاكل ان انا كشفت شخص ما ان الشهادة المجستير بتاعته شهادة مضروبة لان الجهد اللي بنبزله في كتابة رسالة وفي البحث وفي ان انا اقرأ كذا بيبر وكمان الناس اللي ليها ابحاث علمية يعني ليها معمل وبتعمل حاجات وقياسات والكلام ده ده تعب كبير ومجهود كبير وفي الاخر نتريأ ونقول العلم لا يكيل الا بالبتنجان والكلام العبيد ده ونلاقي كمان اخبار علمية مضروبة طب ليه هتستفيدوا ايه لما تكتبوا اخبار علمية مضروبة مش صح او متفابركة الخبر العلمي في حد ذاته مهم ومثير وجميل عارفين القافة الاساسية عندنا في بلدنا هي الجهل الجهل هو اللي بيخلي البني ادم يخاف فبالتالي يتصرف من منطلق هذا الخوف الجهل هو اللي بيخلي الانسان ما يفهمش نفسه وبالتالي ما يصلحش نفسه ولا يصلح علاقاته مع الاخرين الجهل هو اللي بيخلينا ما نقراش التاريخ ونشوف حصل فيه ايه وممكن يحصل فينا ايه الجهل هو اللي بيخلينا نصدق الخرافات والدجل وييجو ناس يتحكوا علينا اللي بيقروا البخت والطالع واللي بيعالجوا من الجن والكلام ده كله في حتة فراسة عندهم علم الفراسة انه يقرأ البودي لانجوج بتاعت اللي قدامه يعرف ايه في من القنوات على اليوتيوب اللي انا متابعها قنوات بتحلل البودي لانجوج بتجيب الناس المشهورة المشهير الرؤساء الدول المجرمين ويحللوا انه رمش في الوقت ده بص بعيد لما كان بيتكلم في حاجة بيعرفوا يقروا لغة الجسد وبيطبقوا ده الناس بقى اللي هي بتستخدمها في الدجل على انهم يعرفوا مفتاحك فين اللي قصودوا هنا ان كل شيء له سبب وعشان نفهم هذا السبب لازم نتعلم وعشان نتعلم مش لازم نروح مدارس المدارس بتدينا الاساسيات اللي نقدر بيها نبقى متعلمين بعد كده يعني ايه متعلمين يعني بيدور بيدعبس على العلم في اي مجال في المجال اللي انت فيه لو انت ست قاعدة في البيت انت عارفة الخبيز الخبز ده والكيكات والحاجات دي كلها ده علم درجة حرارة معينة تفاعلات كيميائية تفاعلات بايو كيميستري كيميا حيوية الخميرة دي الخميرة دي اساسا فطر بتشتغل وبتاكتيفيت في درجة حرارة معينة انا فاكرة جدتي ماتت انا فاكرة كويس جدا ما قالت ليش الخميرة بازت قالت لي الخميرة ماتت السكت دي اللي يعني حنقول بفطرتها اعتقد ان هي كان عندها حاجة اعلى شوية كمان من الفطرة ان هي كان عندها قوة ملاحظة وانها لما كانت تشوف اي حاجة كانت تفكر وكانت انا فاكرة مرة بتقول لي اللي اللي فيه عينين وراس يعمل عمي للناس قلت له يعني يعمل ايه بالزبط قالت لي يعني اتعلمي بعنيك اتعلمي بودانك قالت لي انا وانا وقفة في المطبخ ودي كمان شفتها في والدتي فاتحين الراديو فاتحين الراديو على القنوات اللي هي الاساسية بتاعة الراديو يسمعوا زيارة الى مكتبة فلان وكل كاتب او مفكر بيتكلم عالكتب اللي في مكتبته بيتكلم عالحاجات الجميلة دي بيسمعوا للعلماء بيسمعوا للتحليلات السياسية بيتعلموا بودانهم بيتعلموا بعنيهم واحنا عندنا فرصة هيلة لان دلوقتي الوصول الى المعلومة سهل جدا سنة 92 وانا في اول سنة اللي هي في الجامعة في هندسة عين شمس كانت المكتبة مضلمة كده وكان فيه دراج والدراج دي مترتبة بجدي ونقعد ندور على الكتاب اللي احنا عايزينه ونشوف رقمه عشان نروح لامينة المكتبة عشان يجبهولنا ويا سلام بقى لو يكون حد تاني واخده عشان مثلا الكتاب مفيش منه غير نسختين في المكتبة دلوقتي افتحي الانترنت افتحي جوجل اكتبي اي كلمة اكتبي اي سؤال زي ما بتقوليه كده اكتب اي حاجة في شغلك اكتبي اي حاجة في شغلك عايزة تتعلميها سرش هتلاقوا بيبرز هتلاقوا كتب محطوطة ببلاش هتلاقوا فيديوهات تشرح هتلاقوا مقالات هتلاقوا للأسف للأسف المعلومات موجودة لكن ما ينقصنا هو الحكمة اللي تخلينا نستفيد من المعلومات دي اتعلمت من جدتي اني لما قابل كلمتين ستتيكا وديناميكا اسأل هو ايه الفرق بينه هو ايه معناه يعني ايه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة